على همش مشاركته في أشغال اليوم الثاني من الدورة العاشرة لمنتدى الأمم المتحدة لتحالفات الحضارة التباحثة وزيره ودولة وزير الشؤون الخارجية والجلية الوطنية بالخارج وشؤون الإفريقية أحمد عطاف اليوم بمدينة كاشكايش البرتغالية مع وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التركية هاكان فيدان أشاد فيها بالمستوى المتميز الذي بلغته هذه العلاقة في شقها الاقتصادي كما شدت على ضرورة تكتيف الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف المسطرة من قبل قائدي البلدين كالتشاور بخصوص تطورات الأوضاع في شرق الأوسط ومنطقة الساحل الصحراوية عطاف تباحث أيضا مع وزير الخارجي الإيراني عباس عراقجي حيث استعرض واقع التعاون بين البلدين وبحث سبول الدفع بها إلى مراتب أسماء كما ناقش أفاق مواصلة العمل في إطار المجموعة العربية الإسلامية لتكتيف الضغوطات على الكيان الصهيوني كما أجرع الطاف مباحثات مع نظر تونسي محمد علي النفطي حيث تمحورت المباحثات حول سبول مواصلة الدفع بالتعاون الطنائي والرقيبها إلى أفاق رحبة تتماشى مع الالتزامات المشتركة لقائدي البلدين ترجمة نانسي قنقر